هذا المولد لم يفعل لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في المئة الأولى ولا في القرون المفضلة كلها هل هذه الأمة كلها غافلة عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الأمة كلها ما علمت أن هناك حق للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل لهذا اليوم كل هؤلاء العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلهم لا يعلمون فضيلة المولد حتى يأتي القرون المتأخرة بعد الخمسمائة ويأتي من يحيي ليلة المولد ويقولنا هذا دين وشارك هل هذا يرقل؟ هل يمكن لمسلم أن يقول أن هذا الشيء مشروع وينسبه إلى دين الله عز وجل وكل هذه القرون المفضلة لم يقع فيها أحد أمرين إما أن المولد من الدين ويقصر به التقرب لله عز وجل والطاعة والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإما أن يكون ليس من الدين فإن كان من الدين فهذا نص كتاب الله عز وجل على أنه ما كان يوم عرفة إلا وقد تمم الله شرائع الإسلام وشرائع الدين وإن كان ليس من الدين فلماذا يدافع عنه ويقوم من يشرع للناس ويجعله ويوالي فيه ويعادي بل لا يجد أحد يتكلم فيه إلا ظن به السوء وأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا؟ يعني هل هؤلاء المتأخرون الذين جاءوا وقالوا حتى قلناه بعض ما قلناه بدعة حسنة على أن البدعة فيها حسن وفيها سيئة مع أن الله عز وجل دم على الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحدث في الدين وهو إذا سلم أنهم بدعة فإنه لا قسم فيه فالشاهد من هذا أن المولد النصوص فيه لم يدل نص في كتاب الله وصلى الله عليه وسلم على مشروعيته وأنه ينبغي للمسلم أن يتبع الوارد وأن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الاثنين كيف يريق بالإنسان أن يحرص على شهود المولد وعلى جلوسه وعلى دعوته وقل أن يصوم اثنين في الأسبوع كأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أي الفريقين أحق بالسنة فنحن نقول أن هذه الأمور ينبغي تركها وعدم الحماس الدفاع عنها على أنها ثابتة في دين الله وشرع الله وأن من يثبتها يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن من لا يثبتها لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتق الله عز وجل وأن نبين للناس دين الله وشرع الله بكل أمانة بعيدا عن العواطف وبعيدا عن معتاده الإنسان وعلينا أن نعمل بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإنسان أن المولد بدعه فليس معناه أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وليس معناه حاشا أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان المولد هو الدليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجكي أرسنا الله لقاتلنا حتى نفعل هذا المولد كما يقاتل المسلم ويجتهد في أداء العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا مسائل النسألة الأولى كلام العلماء والأئمة من المتقدمين والمتأخرين في أن المولد بدعة وحدث لا غبار عليه والسواد الأعظم من الأمة تكلم على هذه المسألة وكلامهم فيها واضح والأئمة والمحررون والجهابذة كلهم على أنه لا يشرع إحياء ليلة المولد عليه الصلاة والسلام ثانيا أن المولد نفسه مختلف في اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام ولم يثبت تحديد إلا لسم اليوم وهو الاثنين وأما الثاني عشر أو التاسع إلى غير ذلك من الأقوال التي قيل في المولد عليه الصلاة والسلام ثالثا أن أنه ينبغي أن ينتبه لقضية تشريع هذا الشيء والدفاع عنه ويأتي الإنسان يتكلم في مسألة المولد ويدافع عنها دفاعا قد لا يدافع عن بعض السنن الثابت المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي إشغال الأمة بمثل هذا كلام العلماء في هذا واضح ثم ما الذي يضيق أنه إذا كان الشيء يقال أنه مولد مسموع أنه مباح وأنه غير مباح ما هو الأحوط للأمة؟ وما هو الأفضل؟ أننا نتورع ونتقي هذا إذا سلمنا يعني كمثلة خلافية إذا جئنا ننصح من الأمة ونتكلم على البعض الذين يستميتون في الدفاع عن هذه الأشياء وتجد فيما يبلغنا من الانترنتات وغيرها من إقامة الدنيا وإقعادة على هذا الأمر وشيء يعني يقرح القلب إذا جاء يوم المولد قامت الدنيا وقعدت هل المولد مشروع علماء مشروع؟ كلام العلماء واضح في هذا بل بلغ بالبعض يعني إفراط وتفريد لو أنك جئت وخطبت الجمعة في يوم المولد أو قريب المولد ولم تخطب عن المولد فعليك ألف علامة استفاق وإذا العكس إذا جئت وخطبت عن المولد فأنت لا تحب من الله صلى الله عليه وسلم وإذا زهدت في المولد حتى أن بعضهم قاموا من الخطبة نصلى الله سلامته والعافية ما هذا؟ ما هذا الذي يجري؟ ولذلك نصلى الله سلامته والعافية يعني وقع الناس في أمور عظيمة لا ترضي الله عز وجل علينا أن نتق الله عز وجل علينا أن نعيد النظر باتباع السنة والوارد وما الذي يضيرني إذا كنت أرى المولد وأرى غير من علماء يشدد فيه وأرى له وجها لماذا لا أحتاط للأمة؟ لماذا أقيم الدنيا وقعدها إلا أن المولد مثل الفريضة ليس هناك أحد من العلماء قال أن المولد فريضة حتى يستميت البعض في إشيائه وإثباته وكأن الأمر للإغاظة حتى أن البعض يفعل المولد ويحرص عليه ليس من باب أنه يفعله قربه لا يفعله إغاظة لمن لا يقول به هو لو كان مشروع وقصب به الأمور هذه إغاظة غير إن شاء الله سلام فعافية قد يكون إثمه أكثر من ثوابه فأصبحت أمور الدين تكلف وتحمل ما لا تتحمل علينا أن نتق الله في هذه الأمة وعلينا أن نتق الله عز وجل في توجيهها وعلينا أن نتق الله عز وجل في جمع شمها وشتاتها على كتاب ربها وقد قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم فعلينا أن نرد الأمة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى الكتاب والسنة فقد صدق وبر في قوله وليس معنا ذلك أن كل من دعا إلى الكتاب والسنة صادق في دعوته بل نقبل هذه الدعوة من العلماء الربانيين والأئمة المهديين الذين عرفوا بعلم الكتاب والسنة ويعلمون ما هو الكتاب والسنة ودلالة الكتاب والسنة فالشاهد أن هذا الفعل ليس له دليل لا في الكتاب ولا في السنة والهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الراشدين بعده كلهم على تركه يقول المولد مشروع لأن الله يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا سبحان الله الله تعالى قال فبذلك فليفرحوا نسألكم هذا أمر من الله فبذلك فليفرحوا طيب لما أمرهم بالفرح ما فعلوا المولد أحد أمرين إما أنهم خالفوا كتاب الله وحاشا وإما أنه ليس من الفرح فعل المولد أحد أمرين أن تجد قولوا أنه مشروع بقوله تعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا نص نقول نؤمن به ولا نكفر ونصدقه ولا نكفر ولا مكذبه إذن أمر الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرح بنعمته فنطبق ما فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا فرحه عليه وسلم بنعمة ربي بمولده بالصيام ووجدنا من يقول بالمولد أن فرحه بالطعام فيجيزون يسهرون يأكلون يحجزون المناسبات والاجتماع هذا في بعض الصور لكننا نحن نقول انظر كيف يستدل بالشيء وهو دليل عليه ويتكلف في النصوص وهي حجة عليه علينا أن نضع النصوص في مصابها وإذا قلنا هذه الآية تدل على مشروعية المولد وتنظر قرون المفضلة والعلماء والأئمة كلهم لا يفطنون بهذه الدلالة فما معنى هذا ما معنى هذا أن تخلق قرون مفضلة كلها من هذه الأدلة التي تسرد ويتكلف في دلالتي على مشروعية المولد ثم بعد ذلك أحد أمرين إما أن هؤلاء العلماء حاشاهم لا يحسنون الاستدلال وتركوا دلالة على هذا الأمر العظيم في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وحبيه كما يقولون وإما أن الأمر بخلاف هذا وأن نلدس على أنفسنا علينا نعيد النظر وعلى كل حال أيضا أنبه على أننا إذا وجدنا أحدا يفعل مولد أن نترفق معه وأن نتبع السنة في تحبيبه للخير وأن لا نشنع عليه ونقرع ونحاول أن نصلى الله عليه وسلم عزيز حتى تفهم من كلام بعض وأنه قد ظل ضلالة مبينة كأنه يخرج من الملة هذا الإفراط والتفريط اتقيه أبدى الله عز وجل ولتمس ما يرضى الله ودل على الهدي والسنن ولو كنت صاحب سنة فادل كل ما تستطيع على تحبيب الناس في قولك وعلى تحبيب الناس فيما تعتقده من الحق والبعد عن الألفاظ البذيئة والأذية والسخرية فعلينا أن نتق الله عز وجل وكفى بالأمة ما بها من جراح وآلام وفراق وعلينا أن ننصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون عندنا من الاتباع لهدي في اللين والرفق فهؤلاء حتى ولو فعل البعض المولد نجد منهم من يفعل ذلك بحسن نية ومن يفعله وهو يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل ولكنه لن يحسن توجيهه فعلينا أن نوجهه بالتي أحسن وأن نبين له كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون المحبة وكيف يكون الوعي أن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في المصوص الواردة في الكتاب والسنة دون النساس بحرمات المسلمين واعتقاد أن هؤلاء ضالون مضلون بضلال مبين يا لله العجب تجيب بعض هذه السنة يفعل مثلا بعض الأمور التي يعتقد أنها بدعة ولكن لا يشنع عليش عشر معشار ما يشنعه على من يفعلون علينا أن نضع الأمور في نصابه وأن نبحث عن شيء اسمه مرضاة الله عز وجل وأن نكون مع الصادقين ونبتعد عن الإفراط والتفريق هذا دين لله ونلتم تسميه مرضاة الله بعيدا عن العادات والتقاليد والحمية والعصبية علينا أن ننصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا جاء أحد يخطب عن هذا الموضوع يخطب بكلام طيب مؤثر قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هذا عام في كل شيء نريد أن نؤثر به في الناس وأن نحس بأحاسيس الناس ومشاعرهم هناك عوام لا يثقهون فإذا نفروا من الحق ونفروا من السنة فالعواقب وخيمة علينا أن نبدل كل ما نستطيع في تحبيب الناس في طريق السلف الصالح والسنة وإحياء هذا الدين والشرع بالكلام الطيب وبالأسلوب النافع أسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكماله أن يتزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة وأن يهدي الله للمسلمين وآخر دعوانا عن الحمد لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله